بعد مرور الثلث الأول من العام الحالي بدأت مخاوف سكان الموصل من تأخر الموازنة العامة التي تتسبب بتعطيل مشاريع الإعمار وتوقفها بشكل كامل بعد تلكء بعضها بسبب نقص التمويل المخصص لها وقد تأخذ إجراءات إقرار الموازنة وقتا طويل في تحديد الأولويات وإدراجها ضمن المشاريع المنتخبة لغرض صرف تخصيصاتها المالية تأخير الموازنة يأثر على العراق كله بس الموصل أخص لأن الموصل بها نسبة الدمار كثيرة ومشاريعها متأخرة عندنا مشاريع صار لها من قبل دخول داعش ووقفت إلى أن صار التحرير لي حد لان ما تحرك ويكون مشاريع متلكئة فهذه ذمال ميزانية والأموال المجمدة التي تابعة للمحافظة تتحرك وتجي ما يصير حركة العمران على تأخير الميزانية هم راح يجينا هم راح نخلص السنة وتتراكم المشاريع والإعمار يتعطل ولا يتوقف تأثير تأخير الموازنة العامة على المشاريع وحدها فتخصيصات الموظفين والعقود التي تم إقرارها وتعديل سلة من الرواتب هي من المشاكل المترتبة على تأخر الموازنة خصوصا وأن تعثر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي عامل أساسي في تأخيرها وتأكد حكومة نينوى المحلية على وقوعها بجملة من المشاكل المالية والتعامل مع شركات المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع وتحتاج إلى الإسراع بإقرار الموازنة لغرض إدراج المشاريع ذات الضرورة القصوى والتي تحتاجها محافظة نينوى بشكل عاجل إقرار الموازنة واحد من الأمور الأساسية التي تديم عمل المحافظات وخصوصا نحن في محافظة نينوى لدينا خطة مشاريع كبيرة جدا وبالتالي إقرار الموازنة مهم جدا في إكمال المشاريع المستمرة التي انطلقت من العام 2020 و2021 امتداني العام 2022 عدم إقرار الموازنة الآن سوف يؤدي إلى توقف المقاولين على العمل في مرحلة معينة خصوصا نحن الآن في نهاية شهر نيسان وبداية شهر أيار وبالتالي المقاول عند وصول إلى نسبة الإنجاز معينة سوف يتوقف أن يمكن هناك سيولة نقدية تمكنهم من إكمال المشروع بشكل كامل ورغم إسعاف محافظة نينوى من الأموال المجمدة لغرض استئناف بعض المشاريع المعطلة بقيمة بلغت 432 مليار دينار ذهب جزء منها كتزديد ديون شركات المقاولات وجزء آخر لمشاريع اللجنة العليا لإعمار الموصل إلا أنها لا تعادل شيئا أمام الكم الكبير من المشاريع المتلكئة بسبب نقص التمويل وتأخر إقرار الموازنة العامة عن السشاق من الموصل قناة راشد الفضائية